موسيقى نبدأ جولتنا من صحيفة الأيام البحرينية التي عنونات في الصين الصراصير أغلى من الذهب قال موقع أوديتي سنترل إن صراصير الحقول أصبحت أكثر قيمة من الذهب في إحدى المدن الصينية التبلغ قيمة الصرصور الواحد نحو 2300 دولار وكان لقتال صراصير الحقول شعبية كبيرة في الصين منذ آلاف السنين ومع الازدهار الكامل لاقتصاد البلد أصبح محبو تلك الرياضة يستثمرون المزيد من المال فيها أكثر من أي وقت مضى إلى صحيفة الخليج التي عنونت أقنعة نوم لحماية مستخدمي آيفون X من بصمة الوجه عرضت بعض مواقع التسوق الإلكتروني أقنعة نوم لحماية مستخدمي هواتف آيفون X الجديدة التي تعمل ببصمة الوجه من التلصص واختراق هواتفهم وتمنع تلك الأقنعة المتلصصين من فكي قفل الهاتف أثناء نوم صاحبه خصوصا من اعتدن مراقبة هواتف أزواجهن وتبلغ قيمة القناع 6 دولارات فقط إلى صحيفة البيان الإماراتية التي عنونت حاول غسل يديه في بركة ماء فكانت الفاجعة قتل صحفي مبتدئ يعمل في صحيفة فينانشل تايمز بعدما تعرض لهجوم من تمساح حين كان يحاول غسل يديه في بركة ماء جنوب الشرق سريلانكا حيث كان يقضي إجازة مع بعض أصدقائه فقالت مصادر محلية إن الهجوم يعد الأول من نوعه في سريلانكا لسيما في منطقة هادئة مثل تلك التي وقع بها الحادث صحيفة اليوم السابع المصري عنوانات علماء يقررون إرسال إشارات للتواصل مع الكائنات الفضائية أعلنت منظمة ميتي المهتمة باكتشاف الظواهر الطبيعية عن عزمها إرسال رسائل تستهدف نجوما قريبة لديها كواكب في المناطق الصالحة للسكن خلال العام المقبل على أمل التواصل مع أي كائنا فضائي فقال الخبراء إنهم سيقومون بإرسال الإشارات للفضاء بدلا من انتظار اتصال الكائنات الفضائية بالأرض ومع صحيفة الغد الأردنية التي عنوانت ناسا الإنسان سيغزو المريخ خلال عشرين عاما أكد توماس زوروب بوكين المسؤول المساعد في إدارة المهمات العلمية لوكالة ناسا الفضائية إن جميع التقديرات تشير إلى إمكانية إرسال رحلات فضائية مأهولة إلى المريخ خلال الأعوام العشرين المقبلة وأضاف زوروب بوكين أنه من المرجح أن يحدث هذا الأمر عام 2030 أو بعده بقليل مشيرا إلى أن الأمر يعتمد على ميزانية وكالة ناسا وشركائها